اشتركوا في القناة 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 واحدة شمال. بنركب بيهم القطان للملايات بنركب بيهم السوستة يعني هي لها استخدامات كتير. تمام? اه متوفر الدواستين مع بعض بخمستاشر جنيه. الدواستين دول كده بخمستاشر جنيه. واحدة يمين واحدة شمال. احنا بنركبها في اتجاه اللي احنا عايزين. متوفر كمان الدواستات بتاعت الجلد والقطيفة والجرسية وكل الحاجات اللي هي النعمة والتقيلة والكلام ده. اه ليهم دواستين كده دول متوفرين. الواحدة بعشرة جنيه. اه بتاعت القطيفة والجرسية او بتاعت الجلد متوفرين. اه دي ممتازة جدا برضو بتشتغل تقريبا على كل حاجة. اه الواحدة بعشرة جنيه. طيب من الدواستات برضو الجميلة اللي الناس سألتني عليها. وعشان كده جبتها دواست البييه. اه زي ما بقول لحضراتكو كده. هتلاقوا اه في السندوق الوصف برضو فيديوهات اه الفيديو اللي هو بتاع اه البييه. جهاز البييه. هي مش دواستة هو جهاز. جهاز البييه. انا اه وفرت منه اتنين اه يعني عريض. اه جهاز اه الشريط بتاعه عريض كده. اه ده رقم اربعين ورقم تلاتين. وفرت كده على الاساس ان يبقى في اه واحد بيركب البييه الرفيع. هو بيبقى موجود على الدواستة اهي. الشريط اللي هو بيعمله. اهي هحاول اجيبلكو برضو دي. اهي. بين الجزء الصغير ده. اه دي متوفرة عندي بسبتين جنيه. تمام? اه دي اهم الدواستات. طيب في دواستين تاني انا بشتغل بيهم على المكنة. برضو هحط لكم الفيديوهات بتاعتهم. اه في سندوق الوصفة وفي حرف الاي. اه بس دي مش موجودة عندي دلوقتي. لو اتطلبت انا جبت الحاجات اللي بتطلب مني. اه عشان انا مش عايزة حاجات كتير تتركن عندي. فجبت الحاجات اللي بتطلب مني. لو حضراتكم عايزين دي برضو هتقولولي. هتطلبوها وانا هوفرها لكم ان شاء الله. تمام? اه دي من اهم الدواستات برضو اللي موجودة اللي احنا بنعمل بيها. البرم. البرم طبعا بتاع المكنة الصناعي غير البرم بتاع المكنة اه المنزلي او السرفلة. اه المكنة المنزلي احنا بنبرم يعني بتعمل زي برمة كده في القماش. لكن دي مش بتعمل برمة. دي بتعمل خياطة بس خياطة رفيعة. وخياطة مبتزمة وسريعة. يعني دي سريعة جدا عن ما تعودي اه تفضل تتنب ايدك. انا بحب اتنبدي عشان دي سريعة جدا في التاني. تمام? انا موفر عندي اه تلات مقاسات. اه المقاس ده والمقاس ده والمقاس بتاع الطرح. برضو لو حضراتكم عايزينها. قلولي وانا وفرها لكم ان شاء الله. اه زي ما بقوله حضراتكم كده. اه هيبقى بسندوق الوصف الفيديوهات اللي تشرح الدوسات دي. طيب دي بالنسبة لاهم الدوسات اللي موجودة اه اللي انا بستخدمها اه على الماكنة بتاعتي. تمام? يعني في شغل المليات وكزا. تمام? طيب. اه اقول لكم بقى على شوية حاجات من الحاجات المتوفرة برضو اه عندي لو حضراتكم عايزينها. اه طبعا اه زي ما اتفقنا كده بيبقى فيه شحن شركة ارجنت. اه وفيه شحن اه يعني عندي منذوبين بيودوا شحن. وفيه في اقرب مكان اه للبيت عندي انا في سكنة في غمرة الشرابية. تمام? اه لو حضرتك اه حابة تيجي اقرب مكان وليكن محطة غمرة اه ماشي. وبخلي حد ينزل يقابل حضرتك في اقرب مكان لحضرتك. اه حابة تشاور رفيني في البيت برضو ما فيش مشكلة. طيب لان انا بصراحة ما عنديش مكان. انا ابني عنده محل بس اه هو يعني بيفتحه بالليل فالمحل مششغال فحط فيه الخامات بتاعته بتاعت الشغل بتاعه. طيب اه معايا الجفت ده الجفت ده اللي هو بتاع اللي بنشتغل بيه على مكانة الاوفر الجفت ده تمن عشرة جنيه موجود عندي. تمام? اه عندي ابر اه سراجة وابر اه اه خياطة اه اه بخمسة جنيه. اه دي ابر السراجة اه باثنين جنيه ونص الكيس. اه في مش عارفة دستة تقريبا. اه وبرضو الكيس ده بخمسة جنيه اللي هي بتاع اللي بنخيط بيها ابر رفيعة اه صلب جميلة جدا. نوع حلو جدا انا شغالة بيه. اه تمام? طيب عندي المزورة. متوفر عندي المزورة اه 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 بتلاتة جنيه. ولو حضرتك هتاخدي اتنين بخمسة جنيه. المزورة دي المزورة العادية. تمام? طيب. في مزورة تانية نوع كويس جدا انا لقيته جبت منه. الواحدة بخمساشر جنيه ولو حضرتك هتاخدي اتنين هيبقوا بخمسة وعشرين جنيه ده عرض اه لفترة. اه مزورة نوعها ممتاز جدا. هي رفيعة كده شريت رفيعة عن التانية. وخمتها حلوة جدا عن التانية. اه دي سعرها خمسة عشر جنيه. اه اللي اتنين بخمسة وعشرين ده عرض الفترة يعني اللي اتنين بخمسة وعشرين. طيب برضو حاجة من الحاجات اللي مسحوبة كويس جدا معايا. المقص ده. اه هو في نوعين. في نوع سنجر. اه بس بصراحة كل الناس بتقول ان الاطالي ده افضل. انا شغالة بمقصين زي بالزبط. يعني انا الشغل بتاعي بمقصين زي دول بالزبط. تمام? اه ده مقص ايطالي. اه ده بمية وخمسين ده رقم عشرة. بمية وخمسين بدل مية وستين. اه ده بمية وخمستاشر اه بدل مية خمسة وعشرين. اه ده رقم تمانية. تمام? اه ده رقم تمانية ده رقم عشرة. طيب متوفر كمان اه الفتاحة دي عشان انا تسألت برضو الفتاحة دي بتاعت ايه? دي بنفتح بيها العراوي لو حضرتك عندك مكنة عراوي كمان بنفتح بيها الخيط لما بتكون حتة عايزين نفكها تاني فبتدوخنا في الفك شوية دي بتسهل علينا الفك كتير قوي قوي دي بصراحة ممتازة جدا دي بعشرة جنيه طيب عندي كمان نوعين من القبر المكن الصناعي رقم اربعتاشر وستاشر عندي النوع ده كده النوع ده ممتاز جدا انا لقيت الناس عمالة بتشتريه نوع ممتاز جدا الكيس تقريبا فيه عشرة تقريبا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة بسبعة جنيه ونص النوع ده كده بسبعة جنيه ونص عندي اربعتاشر وستاشر اللي هم اهم بريتين بنشتغل بيهم اربعتاشر وستاشر كمان عندي النوع ده النوع ده كده النوع ده بخمستاشر برضو كان عندي منه اربعتاشر وستاشر بس خلص تقريبا دي ستاشر تمام دي اخر واحدة موجودة برضو ان شاء الله لن منزل هجيب منها تاني عندي الشامع ده كده الواحدة باتنين جنيه الشامع ده طبعا كل الحاجات اللي انا بقول لحضراتكو عليها دي موجودة على الجروب بتاع ابرة وخيط بيبقى موجود في صندوق الوصف وموجودة على التليجرام برضو بنزل الحاجات اول باول على التليجرام ولو ان انا مبارح نزلتش حاجات على الجروب ما نزلتش لسه على التليجرام هنزلها برضو ان شاء الله والتواصل معايا عن طريق التليفون التليفون بتاعي زيرو خمستاشر خمسين ستين تمانين خمستاشر برضو ببقى حطها في صندوق الوصف عشان تتواصله معايا طيب بالنسبة لباقي الخامات لو قماش لو ساري لو تقول لي عشان انا برضو بتسئل على الكلام ده للأسف انا ما عنديش مكان اوفر فيه الاقمشة دي وللأسف برضو مش هقدر اخد مكان برا لان انا النزول بتاعي صعب شوية فمش هقدر اخد مكان ان شاء الله بامر الله هنوفر السواري والساري الفترة اللي جاية يعني انا هحاول اوفر الساري او كنارين على الاسبوع الجاي بامر الله لكن القماش صعب شوية في الوقت الحالي ان انا وفر قماش فالله هاخد من عندي هتاخد من عندي الخمات بس ولما الساري يتوفر ان شاء الله هيبقى الساري والخمات بامر الله اتمنى يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم وعرفتوا اسعار جزء الرفايع طبعا هو في رفايع جدير جدا هتلاقوها موجودة على الجروب زي ما بقول لحضراتكم قبل ما اختم الفيديو حابة راجع معاكو برضو الحاجات المتوفرة عندي عشان الناس كتير بتسألني المتوفرة عندي انواع كتير من الجبرات متوفرة عندي الفل بجميع انواعه متوفرة عندي بكر خيط صغير التعاون بكر كبير ابيض واسود النجمة ومتوفرة رفايع بقى كتير من الرفايع بتاعة الخياطة بتنزل على الجروب ان شاء الله في النهاية بتمنى لكم التوفيق اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة